السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واخيرا الوزير وفى بوعده تحميل كتاب المفاهيم لطلاب السنوات العامة على موقعنا موقع اجيال اندلس الان لو دخلت على الرابط اللي اسمولك في اسفل الفيديو او في اول تعليق الوزارة خلاص اتاحت كتاب المفاهيم علم علوم وعلم رياضة وطلاب الادبي وهتدخل على اللينك هتنزله بدي اف على التليفون عندك او على التاب بتاعك بحيس ان انت تقدر تشوف بها الدنيا ماشية ازاي الرابط هي بتضغط عليها تمام بيدخلك على موقع الوزارة بيحمل بمطء شواء عشان فيه ضغط على الموقع دلوقتي وانا قدرت اجمع لكم فيه رابطين تحت بعض ده او ده هتدخل على الرابط اللي اسمولك في اسفل الفيديو او في اول تعليق وتنزل بقى المجلدات بتاعتك هتلاقي مجلدات خاصة بالشعب الادبية وعلم رياضة وعلم علوم ومجلد تفاعلي لمفاهيم الشعبة الادبية كل ده وبرضه مجلد مفاهيم تفاعلي لشعبة علم علوم اتمنى ان كلنا كده ندخل وننزل الكتيبات بتاعتنا سواء ادبي او علمي اهو بيفتح قدامك واخد وقت على المفتح وده ههو يا جماعة لو انت مثلا مجلد مفاهيم الشعبة الادبية بتضغط عليها كده بياخد وقت شوية ويبتدي بقى التحميل بطيء شوية بس ما يهمش ما يهمش مصر كلها دخلت على الكتاب المفاهيمش مصدقين للوزير وفى بوعده في اول وعد وفى به من زمان اوي انتظرين ايه الوزير يقولها ندخل لليها فعلا كان ايه اليوم الخميس احنا النهاردة ليلة الخميس اهو يا جماعة بظهر قدامكم اختر المكان اللي انت بتنزل فيه الكتيب بتاعك او كلام ده كله طبعا لو انت الغلطة على كلمة تنزيل بينزل عندك في التنزيل ده بالنسبة لكتاب المفاهيم واتمنى يا رب يكون مفيد لكم وهنتظر رأيكم في التعليقات لنزل الكتيب يقول لي ايه رأيه سواء علمي اعلوم او علم رياضة او ادبي ويطرى هيفدنا ولا لا اعرفهم اماكن الكتيب كل حتة فيها ايه عشان ما يبقى فيه في الامتحان هو هو اللي يبقى معك في الامتحان بالزبط هو هو اللهم بلغت الله ما فشر هنشر الفيديو ده في كل مكان علشان كل الناس يستفاد قولوا يا رب